أيها الإقوة خير زاد بعد زاد التقوى زاد العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فاحرصوا على أنفسكم واحرصوا على دينكم واحرصوا على أولادكم واحرصوا على بناتكم لقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأميه وأبيه وصاحبتيه وأبنيه لماذا يفر المرء منهم لماذا ذكروا أسبابا ثلاثة أولا كل واحد منهم مشغول بنفسه لكل منهم يومئذ شأن يغنيه حتى إن عائشة لما قال الرسول إنكم محشرون إلى الله حفاة نوراة غرلة قالت يا رسول الله رجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال عاش الأمر أشد من هذا فأول سبب مشغول بنفسه ثانيا يفر خوفا من الفضيحة بزعمه خايف يفضح أمام الناس يوم القيامة يوم تبلى السرائر الشيء الثالث يخشى بزعمه أنه سيستطيع الفرار من أداء الحقوق إلى إليها ابنك سيناديك حقي أين حقي ضيعتني ما علمتني ديني ما علمتني كتاب ربي ما علمتني سنة نبيه كنت حريصا على دنياي ولم تحرص على آخرتي جهلتني بكتاب ربي جهلتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذتني إلى القازورات علمتني الضياع علمتني المسلسلات البنت كذلك تطالب أمها بحقها أنت ضيعتين علمتيني التبرج أمرتيني به نهيتيني عن الخروج محجبة طيبة أمرتيني بالفساد لماذا لم تمنعيني لماذا لم تأخذي على يدي كل سيسأل يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر